وهو خبر حلو بالمناسبة ورائع ولازم تقعد تتفرج عليه حرص أبو الصلح حرص كريزة الكورة العالمية بفانيليتو الحمرة دي محمد صلاح لعب ليفر بول الإنجليزي فيحرص على الاحتفال بكاسل اتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا من ملعب ويمبلي مفاجأة تحفت جنن بص قادي مؤمنة هو ربنا يا ربي قوموا بألف صحة وبسلامة انت تتفرج هنا بقى على النادي ليفر بول وبقيادة صلاح في هذه الاحتفالية وهم مديين الكاسل مؤمن زكريا وعاديين عمالين بيغنوا وبيتلططوا ما تجيبوننا الصوت يا جماعة وسماعوا الناس الصوت والفرحة والهيصة صورة صامتة دي فعش سماعونا الزيطة دي فرحة فرحة دي حاجة حلوة فهنا بقى تشوف اولا طريق التفكير والتركيبة الشخصية بتاعت محمد صلاح ده على سبيل المثال يعني ده كده ايه لمحة هنا تشوف الراجل ده انسان الى اي مدى انسان بني آدم عنده شعور وعنده احاسيس شديدة الرقي عنده مخ انساني قلب مفعم بالمشاعر بني آدم بني آدم حلو من جوه يعني مش بس صاحب القدم الزهبية ربنا يدي له الصحة ويديم عليه هذه الموهبة هو بني آدم من جوه قلب من دهب كده انا فاكر كان زمان عندنا في المدرسة قصة كنا بناخدها واحنا صغيرين في ابتداء خمسة ولا ست ابتداء اقظون كان اسمها ذات القلب الزهبي كانت بطلتها بنت اسمها زين من السودان انا فاكر كويس جدا جدا يعني طيب فهنا تبدأ تشوف شايف اللي احتفال طيب محمد صلاح بقى يقود الفريق كله بتاع ليفر بول للاحتفال مع مؤمن زكريا انت متصور ده يرفع من الحالة النفسية والروح المعنوية لمؤمن زكريا الى اي مدى وتعجل باذن الله سبحانه وتعالى بشفاءه وبتعافيه الحاجات اللي زي كده بتفرق مع البني آدم الحاجات اللي زي كده جات بعفوية وبانسانية شديدة من محمد صلاح استقبلها فريق ليفر بول الانجليزي الحقيقة برضو بمنتهى النبلة بمنتهى الرقي مفاجأة شديدة السعادة يكشف عليها كان محمد صلاح بنفسه يعني هو اللي حط الفيديو ده على الحساب بتاعه على انستجرام علشان يشاركوا مع الناس كلها هو اللي دعا مؤمن زكريا علشان يحضر كاسل للتحدي الانجليزي من مدرجات ملعب ويمبلي يعني هو اللي كان حرص على ده ويشارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفر بول في هادي الاحتفالات ويبقى يعني اللقب بتاع كاسل التحدي الانجليزي على حساب تشيلسي بالمناسبة شوف والله هزم انا فرحب باللقطة دي جدا شايفين الصورة كمان اللي على الشاشة حلوة ازاي بالمناسبة البطولة دي ليفر بول ما خدهاش من 2006 يعني النصر المؤذر يعني عارف كده العائل اللي جي بعد شوقة هو ده الكاس ده بطولة الاتحاد الانجليزي ليفر بول ما خدهاش من 2006 ييجي بقى محمد صلاح ابو الصلح هذه الكريزة العظيمة المستوية تقرر انه يعزم مؤمن زكريا احضر معانا المطش اولا هيحضر المطش فهيبقى سعيد وده وكأن محمد صلاح ضامن المكسب وضامن الفوز الله عليك بالصلح طب ما كسبناش مش مهم مؤمن زكريا معانا طب كسبنا مؤمن يحتفل معانا اظن مفيش ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من ذلك تيجي تقول لي محمد صلاح ما شاء الله عليه بقى واحد من اهم لعبة العالم ليه عشان كده مش بس عشان موهبته الرياضية مش علشان رجله اللي مندهب بس عشان قلبه الدهب تركيبه على بعضها هو النجاح كده عشان توصل لهذا المستوى لازم تبقى كده عشان تبقى عالمي لازم تبقى كده فهي تحول صلاح لمدرسة بحده هل صلاح انت متصور انه قدوة اللي عبت الكرة بس هو قدوة لكل الرياضيين بالمناسبة اي رياضي عاوز يبقى محمد صلاح في لعبته طب هي في الرياضة بس اي واحد عاوز يبقى محمد صلاح في مهنته ده محمد صلاح في الصحافة وده محمد صلاح في الطب وده محمد صلاح في الهندسة الكل هنا اصبح لدى المصريين حلم قائم بحد ذاته في شكل واقعي اسمه انه شاب صغير جاي من بلدنا في ارياف مصر يتحول الى واحد من اهم لعبة العالم ان لم يكن اهمهم في الفترة الحالية ما شاء الله عليه وبالتالي الناس تبدأ تحلم أكتر وسقف الطموحات يرتفع ويقولك زي ما محمد صلاح أعمل كده في الكورة أنا هعمل كده في العلم بتاعي هعمل كده في المهنة بتاعتي وما أعمل كده في الرياضة بتاعتي تعالوا بقى نسمع صوت الفرحة والانبساط والزيت كيفية اللي بتسامع اللي المرسومة على وش مؤمن الكلام بقى الرياضي الدباجات فاز ليفرتفول على تشيلسي في المباراة اللي أقيمت ما بينهم في مساء السبت على ملعب وينبلي وكده يبقى ليفرتفول حصل على هذه البطولة لأول مرة من عام 2006 فاز بضربات الترجيح بنتيجة 6-5 كل ده حلو اللي أحلى احتفال صلاح ومؤمن زكريا